موسيقى موضوعا اليوم عن تصريف المجموعة الثالثة من الافعال في المضارع البسيط وهي طبعا المجموعة الاخيرة اولا ما هي المجموعة الثالثة المجموعة الثالثة هي التي ينتهي مصدرها اللي هو الانفينيتيبو او اسم الفعل ايضا له اسمان واسم الفعل اضاقة طبعا ما هو الذي ينتهي ب اي ار او اي ار لكن نحن نقول ار تسهيلا يعني لان ار فيها نوع من انواع الثقل فالمهم هي المجموعة التي تنتهي ب اي ار او اي ار لا يهم التسميع تذكير سريع بطريقة التصريف التصريف اخذناه في درس التصريف المخصص قبل دروس المضارع البسيط كلها اخذنا كيفية التصريف واخذنا ان للفعل جذر ونهاية وان هذا الجذر يكون ثابت في جميع التصريفات والنهاية تحذف في جميع التصريفات ايضا وسوف ناخدها الان في التصريف واقسام الفعل حسب نهايته ايضا اخذنا في المجموعة الاولى انها تنتهي الاولى ب ا ا ار والثانية ب ا ار والثالثة ب ا ا ار وهذا تقسيم الفعل حسب نهايته او الانفنيتيبل هو اسم الفعل او المصدر وكذلك اجزاء الفعل اخذناها انها الجزء الاول هو جذر الفعل الذي لا تغير كما ذكرته الان والنهاية هي التي تحذف في التصريف نأخذ الفعل الاول ببير بمعنى يعيش او يحيا نلاحظ هنا ان عندما نقسم الفعل لجدر ونهاية يكون الجدر بيب والنهاية إير وطبعا هو كما يبدو في الافعال الستة بيب ثابتة طبعا اخذنا انه او بي اللي هي في اللغة الانجليزية تسمى في هي نطقها مثل نطق البي تماما لا فرق بينهما وذكرت نطقها في الدرس الاول في هذه الدورة وهو الحروف ونطقها فمثلا بعض الناس ممكن يخطئ يقول يخطئ يقول في فير وفي هذه ليست لها وجود مطلقا في اللغة الاسبانية الا في ممكن بعض مناطق تكنوا خطأ اصلا في النطق بعض مناطق مختلط عليها اللغات مثلا بورتوريكو هم انك تكلمون انجليزي مختلط بالاسبانية فهم اصلا اللغاتهم ليست مهتمدة يعني كلغة اسبانية ولكن النطق الصحيحة لها نفس نطق حرف البي واخذنا انها تسمى في بعض الكتب بي القصيرة فقط لاجل التمييز بينهما نركز في موضوع الدرس اليوم يو بيبو انا عيش أو انا عيش تو بيبس أنت تعيش أو أنت تحي البيبي ايا بيبي هو العيش هي تعيش حضرتك تعيش نصطرس بيبيموس نصطرس بيبيموس نصطرس بيبيموس نحن نعيش الأولى للمذكر والثانية للمؤنث نصطرس بيبيس بصطرس بيبيس بصطرس بيبيس أنتم تعيشون بصطرس بيبيس أنتنا تعيشنا هم يعيشون هن يعيشنا حضراتكم تعيشون ملاحظ كما قلت ونبهت أن بيب الجذر ثابت في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وأيضا السادس لكن النهاية بعد بيب هي تختلف وهي الجزء الخاص بالتصريف في هذا الزمان ويختلف حسب الستة وسوف أيضا نأخذه الآن في نهاية الدرس الفعل الثاني سوبير بمعنى يرفع ويصعد أو حتى له استخدامات السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله نلاحظ هنا أن عندما نقسم كما أوضحته في درس التصريف عندما نقسم الفعل لجذر ونهاية الجذر هنا سوب والنهاية إير نلاحظ الأول يو سوب يو سوب أنا أرفع تو سوبس أنت ترفع الفعل الثاني وهو سوبير بمعنى يصعد أو يرفع نلاحظ عندما نقسم هذا الفعل كما أوضحنا في السابق عندما نقسمه إلى جذر ونهاية يكون الجذر سوب والنهاية إير ونلاحظ أن سوب موجودة في جميع الأفعال وجميع التصريفات الستة يو سوب يو سوب بمعنى أنا أصعد أو أرفع تو سوبس أنت تصعد أو ترفع السوبة إيا سوبة السوبة بمعنى هو يصعد أو يرفع إيا سوبة هي ترفع أو تصعد أستة سوبة أنت أو حضرتك ترفع أو تصعد نسوترس سوبيموس نسوترس سوبيموس نحن نرفع أو نصعد بسوترس سوبيس بسوترس سوبيس بمعنى بسوترس سوبيس أنتم تصعدون أو ترفعون وبسوترس سوبيس انتنا تصعدنا او ترفعنا. ايوس سوبن هم يصعدونا ويرفعونا. ايس سوبن هن يصعدنا او يرفعنا. استادس استادس سوبن حضراتكم تصعدونا او ترفعونا. الفعل الثالث معنا في هذه المجموعة والاخير هو الفعل اسكريبير. عندما بمعنى يكتب طبعا كما تعودنا عندما نقسم الفعل الى جزئين. جذر ونهاية. يتضح لنا ان الجذر هو اسكريب والنهاية اير. طبعا لان هذه هي المجموعة الثالثة فاير هو نهاية لجميع الافعال في هذه المجموعة. كما اخذنا في اول الدرس المجموعة الثالثة هي التي ينتهي مصدرها بير ونلاحظ ان اسكريب هو الجذر ثابت في الاول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذلك السادس. ومن هنا سمي جذرا لانه يكون ثابت مثل ثبات الجذر في الارض. حتى لو ازيل النهاية او الفضاء الجذر يظل ثابتا. يو اسكريب انا اكتب تو اسكريبس انت تكتب الاسكريبي هو يكتب ايا اسكريبي هي تكتب. استد اسكريبي حضرتك تكتب. نوسوترس نوسوترس اسكريبيموس نحن نكتب. الاولى للمذكر والثانية للمؤنث. بوسوترس اسكريبيس انتم تكتبونا. بوسوترس اسكريبيس انتنا تكتبنا. ايوس اسكريبن هم يكتبونا. ايس اسكريبن هن يكتبنا. استدس اسكريبن حضرتكم تكتبونا. كما لاحظنا ايضا ان الجذر كما نبهته ثابت في الجميع. الآن ملاخص وخلاصة هذا الدرس ثم نأخذ مقارنة بين النهايات في المجموعات الثلاث لكي يثبت وستطيع الطالب او الدارس ان يحفظهم جميعا بسهولة. هنا في المجموعة الثالثة يو معها او وهو موجود في المجموعة الاولى والثانية والثالثة. يعني او لو انا التصريف في الثلاث مجموعة الثابت يأخذ نفس الحرف او. هذي هي ازيادات التصريفية الخاصة بهذه الضمائر. الان مقارنة بين التصريف في المجموعة الاولى والثانية والثالثة مع بعضهم كي يثبت اه على الطالب ويستطيع ان يحفظهم جميعا معا كي لا اه يختلط عليه الاولى او الثانية او الثالثة. ملاحظ. يو في الاولى او والثانية والثالثة. هذا سهل كدا. تو في الثانية والثالثة نفس التصريف. يعني في الاولى اس في الثانية والثالثة اس. ايضا ال واي واستد في الاولى ا وفي الثانية والثالثة اي. سهل جدا. نسوترس نسوترس. هذه تتصرف في الثلاثة. كل مجموعة بشكل معين هي وبوسوترس وبوسوترس فقط. كما ننرى يعني. فهي في الاول اموس. الثاني ايموس. الثالث ايموس. بوسوترس وبوسوترس. في الاول اس. الثاني اس. في الثالث اس. ايوس وايس واستدس. في الاول ان. في الثاني والثالث ان. لكي يعني عندما يريد الطالب ان يحفظ هذه التصريفات في الثلاثة معا. يقسمها في رأسه تقسيمة عقلية محددة. ان الاول هذا متساوي في الجميع. هكذا انتهينا منه. الاول. وتصريف تو وايل واي واستد مع ايوس وايس واستدس. هو ثابت في الثاني والثالث. نفس التصريف في المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. يبقى اخذنا الان يو. انتهينا منه ثابت في الجميع. تو وايل. ومعها التصريفاتها. وايل ومعها الضمائر التي تصاحبها. وايوس وايس واستدس. هم في هم في المجموعة الثانية والثالثة. سواء. لا اختلاف بينهما. ناخذ هنا اا نوسوتروس. وايضا صاحبتها نوسوترس. وايضا بوسوترس وبوسوترس. في الاول لها تصريف لا كنهاية. لها شكل. وفي الثاني لها شكل وفي الثالث لها شكل. بحسب فقط النهاية. يعني النهاية في الاولى لها شكل متوافق مع التصريف. اموس لانه ينتهي بار. اموس لانه ينتهي بار. ايموس لانه إيس لأن الأول ينتهي بها إر فأخذت إيس وكذلك الثاني ينتهي بإي إر فأخذت إيس وأما الثالث في اللغة الإسبانية لا يجوز أن يكتب حرفين من الإي متلاصقان فيستعاد عنها بهذه الشرطة التي فوق حرف الإي وسوف نأخذها في درس مفصل معناها وأقسمها فنعيد مرة أخرى يو في الجميع واحد تو في الأول له شكل كنهاية تصريفية وفي الثاني والثالث نفس الشكل وكذلك إل وإيا وأستد وإيوس وإياس وأستيدس متساويين في المجموعة الثانية والثالثة أما نسوتروس وبسوتروس في الأول له شكل والثاني شكل ثالث شكل وكل شكل متناسب متناسب مع نهاية الفعل فهي إلى هنا نكون قد انتهينا من تصريف الأفعال المنتظمة في المضارع البسيط بمجموعاته الثلاثة ترجمة نانسي قنع